كي يتميز الوسواس القهري و من الاسم كلاحظوا انه فيه وسواس تكرار ثم قهري بمعنى انه مفروض على الانسان الوسواس هو تدقيق هو نظام الدقة السعي الكمالية من السمات المفروضة على الانسان النظافة ايضا و ستكون عند الانسان يكون مريض ايضا شبيه بسجين و معتقل داخل هذه الافكار ليس كل الوسواسيين يرجعون الى خلق طقوس ولكن معظمهم يخلقون طقوس معينة من هذا القبيل طقوس وسواسية مالأسف حين نستمر في هذه الافكار الوسواسية هذه الطقوس الوسواسية شوكي وقع توقع مالأسف حين نستهلاك نفسي ما الفرق الان ما بين الوسواس المراضي كما ذكرته والوسواس العادي جدا عندنا كأشخاص في الحياة اليومية والافكار الوسواسية هي افكار سحرية تربط كتدير واحد العلاقة ما بين سبب ونتيجة بطريقة غير منطقية ان الوسواس بالرغم من كونه ينتمي انتبت الحال الباتولوجيا وعلى نفس المراضي فهو حضوره فينا شيء ايجابي لابد ان يكون لدينا شيء من الوسواس وهذا الحضور من الوسواس هو العادي عند الانسان ينبغي ان يكون الوسواس إن كان حاضرا بشكل معتدل عند الفرد سبعا كسمات شخصية وموصلات الدرجة معينة لتحقيق العداء فكتكون بالعكس ايجابية نعمة وليس نقمة على صاحبها وان المريض يعني ليس بارادته يقوم بذلك ما هو شو ارادته ماشي حيث هو بغي يدير هذك الاشياء وهو متعمد لتلك الاشياء وهذا حيث ذاك شعرش كي الله راوحت اوائز ويعاني مساء الخير مشاهدين الكرام ومتسبعات ومتسبعين تلفزيون ابداع رقمي مرحبا بكم معنا في بودكاست السيكولوجي هذا البودكاست الذي يتناول مواضيع الصحة نفسية إن شاء الله اليوم مع موضوع جديد وهو التراب الوصوص القري إن شاء الله في هذه الحلقة سنصل الضوء على هذا الاتراب لتنوى هذا الاتراب تعرف نتاعه وأيضا الأعراض وأيضا سبو الوقاية والعلاج إن شاء الله في هذه الحلقة يحضر معنا الدكتور عبدالعزيز عليوي مرحبا بك دكتور مرحبا بك أستاذ مروان وأشكرك أولا على الاستضافة وأشكر تلفزيون ابداع على هذه المبادرة وعلى هذه الدعوة الكريمة شكرا أن أصل لكم بالدرجة الأولى لتلبية الدواء أستاذي ارتبطت موضوع الحلقة وهو الترب الوصوص القري كيف نقدرون بسطل المتسبعي الكرام ما هو الوصوص القهري؟ عندما أننا في التقافة الشعبية كانوا سمع بزراب دي لأننا سألناه موصوص وكيف يرتبط هذا الأمر بمجموعة من الاترابات كيف نقدرون أن نقدم واحد تاريف بسطل هذا الاترابات؟ أخ أنا أعني الوصوص القهري هو الترب نفسي مضيمن الاترابات النفسية الكثيرة جدا الآن كلاحظوا أنها كثيرة بزرابة كيف يتميز الوصوص القهري ومن الاسم كلاحظوا أن فيه وصوص تكرار ثم قهري بمعنى أنه لا شيء مفروض على الإنسان الوصوص القهري إذا نريد أن نبسطه ونعرفه بشكل الذي يستوعبه المشاهدين الكرام وهو الترب نفسي يتميز بجرد الأعراض الأساسية الأعراض الأول وهو الوساويس القهرية والعراض الثانية وهو الأفعال القهرية فنبدأ بالوساويس طب تحال هذا الوساويس أو ممكن تكون عبارة عن صور عن أفكار عن مشاعر والعفعال القهرية كتكون عبارة عن أنشطة مجموعة من السلوكات القهرية التي تكون فروضة على الإنسان و الوسوة القهرية والضطراب النفسي بالإجابة و تفضل محلها و أنشطة دعواج البرداد فيما هذا واحد حتى ثلاثة لم تترجم أنه في المغرب لم نكن ا لكن عالميا كحسب الإحصائية في المنظرات الصحة العالمية ما بين 1-3% يعني كما نبسطه 1-3% يعني يمكن أن يكون 40% من الناس وحتى 100% فيهم 1 مصاب أو فيهم 3 مصابين ما بين 1-3% يكونوا مصابين من هذا الطراب ولنا أن نتخيل نسبة حال غدا تكون لو كانت ألف لو كانت مليون لو كانت من العدد الممكن أن يكونوا مصابين وبالتالي هذا يعني أن هذا الطراب مع الأسف حاضر أنه في المجتمع دينا كباقي المجتمعات الدولية الأخرى وبالتالي أنا أحييك على تناول كل هذا الموضوع لأنه فعلا من خلال ممارسات الأيادية من خلال الميدان ومن خلال هذا وكباً بأنه مجموعة من الأشخاص المصابين فعلاً يترددون على المؤسسات الاستشفائية والعلاجية لهذا الطراب لذلك هو حاضر بقوة في المجتمع أستاذي في نفس السياق بعد المرات نتكلم على وسواس قهري طبيعي ووسواس قهري مراضي كما هو معلوم على أن بعد المرات ضروري أن الإنسان يقدر تجي واحد الوسائي وكما ترد أن تفقى تجيب عليك أن يكون مجتمعات الدولية وكما تفقى تجيب عليك وعفواً بين المسواس القهري المراضي كيف يمكن أن تفقى تجيب عليك؟ لذلك نضع معايير تشخيصية لأحد شخص مصاب بالوسواس القهري حينما تحدثنا عن الوسواس وعرفناه قلنا بأن الوسواس القهري يتميز بجرد الأشياء أولاً حضور الوساويس معينة ثم حضور أفعال قهرية لا يمكن أن يكون لدينا غير وساويس كما يمكن أن يكون لدينا أفعال قهرية كما يمكن أن يقصر بجرد أخرى، أعاد الوساويس حب ذا لو أننا نتحدث عليها قبل أن نمر حال الحديث عن الوساويس العادية جداً التي يمكن أن تكون لدينا أي شخص منها في المجتمع فأولاً لكي نشخص الوسواس القهرية عند شخص مصاب به لا بد من حضور الوساويس لا بد أن يكون هذه الوساويس عبارة عن أفكار مثلاً، عندما تحدث عن الأفكار أفكار مثلاً التي تتعلق أفكار دينية يطرح تساؤلات ويقول ولا علش الله خلقنا وإلا كان خلقنا علش خلق الجنة وعلش خلق النار فكي يطرح مجموعة من الأسئلة من هذا النوع لأسئلة لا يمكن أن تنتهي ثم يمكن أن تكون عبارة عن صور يعني صور معينة كي يرى بعض الصور أمامه بحالة صور فاحيشة مثلاً جنسية فاحيشة قدامه يقول لك مثلاً جنون يأتي ولكن يرى واحد الشخص قدامي إلى آخره وهنا لا يتعلق الأمر بالحال بالسكيزوفريني بالفصام وإنما يتعلق الأمر بالوسواس بمعنى صور تتردد على الإنسان لا يمكن أن يتخلص منها من الممكن أن يأتي عبارة عن شعور مثلاً مثل الشعور بالخوف عنده شعور بأنه سيأتي شي حد أو سيأتي شي حاجة أو شعور بالخوف مثلاً أن يصاب بمرض معين إلى غير ذلك هذه مخاوف من الممكن تكون عند الفرد وبالتالي سواء تعلق الأمر بالأفكار أو بالمشاعر أو بالصور فإنه في كل الأحوال كتبقى هذه الأشياء مفروضة عن الإنسان أي قهرية مفروضة عنه لا يستطيع أن يقاومها ولا يستطيع أن يتخلص منها فهي يعني كل مريض هنا أسيجي يعني شبيه بسجين ومعتقل داخل هذه الأفكار الغريب في الأمر أن المريض يعتبر أن هذه الأفكار أو هذه الوساويت هي أفكار غريبة يعني هو كيعترف بسكونابل كاركتير أبسوغد يعني هذا الطابع الغريب جداً لهذا النوع من الأفكار أيضاً يعترف بأن لأن هذه الوساويت رأيها منه يعني هو مصدرها يعني لا تأتي من الخارج مثل مثلاً يقول لك ركن سماع أصوات أو شيء يوحيد أو شيء يقول لي هذا الأشياء يشعر بأنها من داخليه والشيء الآخر هو الذي يعطي هذا لإحساس الضيق وهذا وأنه يحاول أن يتخلص من هذه الأفكار لكنه لا يستطيع فكيعيش واحد نوع من الصراع داخلي وكأنه منقسم إلى شقين شق داخلي كان هناك أفكار مفروضة عليها وكان هناك شيء مني يحاول أن يطرد هذه الأفكار يحاول أن يتخلص من هذه المشاعر يحاول أن يطرد هذه الصور لكنه لا يستطيع لا يستطيع أن يطرد هذه الأشياء والشيء الذي يجعله في نوع منه الصراع والتوتر نفسي وكلما احتده كلما حاول أن يطرد هذه الأفكار كلما ازدادت حدة وكلما ارتفع نسبة القلق والتوتر لدرجة أن الإنسان يشعر بالتعب والعياء والإجهاد وغيرها من الأشياء وفي بعض المرات يحاول أن يتحرك بعض المرضى يقولون أنه يريد حماق وأنه يريد تستطاره ويطرد هذا يعني بزاف لا نستطيع أن نتحمل هذه الأشياء وبالتالي هذا كلما يحاول أن يحاول أن يطرد الإنسان مع هذه الأشياء لأنها ليست رائقة جدا ومكلفة من ناحية النفسية جدا أكثر من ذلك أن هذه الوساوس تضيع الوقت للفرد يعني من الممكن أن يستغرق ساعات طويلة جدا وهو في هذا العيش على هذه الأفكار وهذا النوع من الوساوس وهذا النوع من المشاعر إلى غير ذلك من أن تأخذ مدة طويلة جدا وتستهلك وقتا طويلا جدا إذا هذا المؤشر أو العرض الأول والأساسي العرض الثاني هو أن تحدث على الأفعال القهرية حينما تحدث على الأفعال القهرية المقصود بذلك مجموعة من الأنشطة ومجموعة من السلوكات التي مفروضة على الإنسان وكي يكون مجبر أن يقوم بها أعطيك مثال هنا أو مجموعة من أمتلا مثل مثلا أن يجد الإنسان نفسه مضطرا للتدقيق في مجموعة من الأشياء ولكن تتصور مثلا لو كان واحد الإنسان يعني عنده الحسابات ولا شد ملف الحسابات فكم سيجري من تحقيق وتدقيق كبير جدا في الحسابات أيضا لو كان هناك حالات من هذا النوع مثلا أستاذ سيصحح أو مدرس سيصحح لتلاميذه ومصاب بنوع من التدقيق أيضا سيصحح ويعيد التصحح ويعيد ويعيد مرات كثيرة جدا بالتالي أيضا نتحدث عن نظافة هناك أفعال قهرية تضطر إلى النظافة فلا كانت تتصور مثلا واحد سيدا اللي غدا تجي شكفوه معنى الميناج ماشي مرة في النهار ولا جوج ولا ثلاثة ستقلب الدار كاملة رأسا على عقب في كل مرة بالتالي هذه كلها أفعال أيضا سيمتري لذلك نريد أن نقوله هذا كنوع من الأشخاص الذين يقول لك لا بد أن يرى النظام في كل شيء لا يريد أن تكون خارجة على هذه القراءة وهذا خصوه ضروري يضعها هنا وهذا خصوه كل شيء يكون بنوع من النظام والترتيب والتوازي الذي يكون باستمرار بالتالي هذه أفعال قهرية سيكون مضطر الإنسان إلى القيام بها وإلا سيشعر بالنوع من القلق ونوع من التوتر الداخلي لأنه مفروض علي أن يقوم بها وهذه كامتلة أخرى تعلق بالنوع من التحقق أيضا البيبان يجب أن نصد البيبان يجب أن نصد النوافذ أشكفوه بمعناي الله كان نمشي كالناس يجب أن نعود النوض ونضرب دوره ونعود أن نعود أن نعود أن نضرب دوره ونعود أن نضرب دوره مثلا البيبان مثلا البيبان مثلا البيبان يعني الكثير من التحقيقات التي ننبغي أن نقوم بها باستمرار وهذا يخلق نوع من الإرهاق يخلق نوع من يعني ليس فقط للشخص نفسه من المصاب وإنما أيضا حتى للمحيط للأسرة التي تعيش معه إذن هذا نيوم مع الأعراض الأساسية للأسواس أضيف إلى ذلك هناك عراض ثانوي آخر من الممكن أن يأتي كتطور هناك عراض أخرى تتطور عن الأسواس من ضمنها نتحدث عن طقوس الوسواسية عندما نتحدث عن طقوس الوسواسية الشخص حينما يكون مصاب سواء بوساويس أو أفعال قهرية ما يقوم به؟ يحاول أن يخلق طقوس معينة يحاول أن ينزل من ذلك التوتر ومن ذلك الشعور الذي يحسه ومن ذلك مثال حينما أشعر بأنني مضطر لتحقيق أو تدقيق في شيء مهين الغاز مثلا حينما أعيد هذا الأمر عدة مرات من الممكن أن أخلق حتى نقص من ذلك الإحساس بالقلق والتوتر لأنه يوقع لماذا أسدد الغاز؟ ماذا يوقع؟ الذي يوقع هو أن البيت الذي يتحرق وإذا يتحرق ماذا يوقع؟ ستكون كاتاستروفة ونبقى ونبقى في هذه الأفكار فنكون مضطرة أنني أريد أن نمشي أنني أعود أن نصد هنا لنفترض أنه سيتعذر أنني أمشي ونصد أو أي شيء لأنني أمتواجد بعيد أو أي شيء من هذا النوع فأضطر لخلق واحدة الريتويل واحدة النوع من الطقس لكي أهدئ من هذا النوع من القلق فمثلا إما أنني نحسد وإما أنني نضرب بطريقة معينة وإما نقوم بطقس معينة حتى الطقس يكون غريب جدا يعني حتى الطقس الذي أخلقه يكون غريب جدا بالنسبة للفرد بالنسبة للفرد وإما أنني أتحدث عن الطقس أشبه بالشخص مثلا الذي يكون مقبل على مسرح مثلا يقابل من الجمهور يقول لا أريد أن نأخذ قهوة أو أي شيء أو أي شيء هذا هو طقس هذا هو طقس الذي خلقه هو أو مثلا الإجزام أو مثلا بالنسبة للشخص قبل أن يذهب إلى الإجزام بقدر ما أنها آلية نفسية يقوم بها الفرد لأجل تهدئات القلق والتوتر الذي يشعره فهي حيلة نفسية فقط نحاول أن نخدع ذواتنا بتلك الطريقة لكي نهدئها حينما أشعر نوع من التوتر والقلق المتزايد والمتصاعد عندي والذي يجعلني في أزمة أضطر لي خلق نوع من الطقس معين وهذه الطقوس حيال يرجع إليها الوسواسي وإذن بعض التربات الأخرى يرجعون إلى هذا النوع من الحيال لأجل تهدئات القلق إذا هذا أعرض إن شئنا تانوي للوسواس يعني ليس كل وسواسيين يرجعون إلى خلق طقوس ولكن معظمهم يخلقون طقوس معينة من هذا القبيل طقوس وسواسية إذن تحدثت عن مجموعة من الأشياء التي تترتب في الواقع عن وضعية الوسواس القهري منها القلق والتوتر الشعور بالقلق والتوتر يكون مرتفع جدا وبالتالي نتيجة كما ذكرنا لذلك الصراع الداخلي الذي يعيشه الإنسان مع فكرته الوسواسية أو أفكاره الوسواسية أو طقوسه أيضا يمكن أن نتحدث على الاكتئاب أعراض الاكتئاب من الممكن أن يصاد بها الفرد نتيجة هذا النوع من إنشئنا الإجهاد واحد نوع من الليبويزمون الذي يوقع فيه الإنسان لأنه يظل في صراع دائما فلا كانت تتصور أن الشخص المصاب بالوسواس لمدة مرس أو إما تلك الطقوس أو يعيش الوسواس لمدة أربع ساعات أو ست ساعات أو أكثر في اليوم لا كانت تتصور بمعنى أن يشغل أن يستثمر بمعنى نوع من الإستثمار أو نوع من الجود نوع من سيارة التي يظهر في العقابي ويظهر في هذا لكن المطور لا يضم كثيرا سوف يصل إلى لحظة معينة فكذلك بالنسبة للإنسان والذي تسمى مع الأسف نحن في الحياة النفسية بعض المرات نستثمر في بعض الأنشطة نفسية التي يمكن أن تعود للإنسان بالنفاع ونستثمر بعض الأنشطة نفسية مثل الاستثمار فيستهلك حياته النفسية تفقر الحياة النفسية ونعطي قوة أكبر فالأنشطة نفسية التي يمكن أن نستثمر فيها بالنسبة لإنسان يستثمر في القرية ونشاط فني نشاط ريادي ونشاط اجتماعي هذا تعطي قوة وغنى للحياة النفسية للإنسان أن ينخرط الإنسان ضمن الجمعية أو أن يعمل على إتمام دراسته مثلاً أو ينخرط في دراسة أو في مجال معين أو في رياضة معينة إلى غضيك هذا الاستثمار هو الاستثمار بالعكس يعطي قوة وصلابة وغنى للحياة النفسية الآن نستمر في هذه الأفكار الوسواثية وهذه الطقوس الوسواثية لأنها تقوم بإمكانية الإستهلاك النفسي يقول الإنسان إلى حد ما مجهد وهذا الإجهد بالطبع الآن هو الذي يعطيني هذا النوع من علامات الاكتئاب واحد النوع من الحزن والتعب بعض المرات الأرق إلى غضيك من الأشياء ويعطيه إنسداد الأفق يعني أنه يعتقد أنه لا يتعجر من هذا الشيء وليس لديه أمل أن يخرج بهذا فهي تضعف القوة والإرادة فهي تضعف الأمل أمامه وهذا كلها أعراض مصاحبة من طبع الحال لهذه الوسواثة فعودةً ما أعود للسؤال من طبع الحال هو هذا الشيء يريدنا الآن أخذنا فكرة عامة عن الوسواث أو مختلف أعراضه لكن الآن ما الفرق بين الوسواث هذا المردي وما بين الوسواث وما بين الوسواث وهو عادي عند الناس نحن نعيش في الحياة المغربية ومن الممكن أن نعيش في الحياة اليومية ونجدوا هذه المجموعة من الأفكار والتصورات المسواسية والتوقوص المسواسية التي نقوم بها في التقافة المغربية أعطيك بعض الأمثلة لم يكن لدينا نقوم بحضط أن نقوم عن مغربية لأنه لا يريدنا أن نقوم بالخط لا يريدنا أن نقوم بحضط على أنه في النقوم أتكلم لا يريدنا أن نقوم بحضط يجب أن تتوقع شيئا خيبا يجب أن تتوقع شيئا خيبا أيضا بعض التقوص التي نرى في المغرب سواء في العقيقة سواء في الأعراس مثل كانت تتوقع العقيقة ومجموعة من الأشياء التي يدرونها العقرب أو يدرون شيئا هنا أو يدرون العلامات معينة ويجب أن تتوقع الطفل حتى لا يتعين ويجب أن يتوقع أيضا مجموعة من التقوص فيما يخص الطفل في العقيقة يكون في الأعراس أيضا مجموعة من الأشياء التي يدرون حتى نحمي العروسين أو العروس من العين ومن غيرها من الأشياء من الحسد والحقد ومن غيرها من الأشياء التي تتوقع ما هي هذه الأشياء؟ ما هي علاقة هذه الأشياء بالوسوس؟ العلاقة هو أن الوسوسوس هو فكر سحري في الواقع وأن الشخص أو الأفكار الوسوسية هي أفكار سحرية هي أفكار تربط وأن تدير واحد العلاقة ما بين ما بين سبب ونتيجة بطريقة غير منطقية ونفس الأمر حينما ما بين سبب ونتيجة وغيرها من الطقوس التي نجأ إليها فالغرض هنا هو أن نجلب نتيجة معينة بطريقة غير منطقية بطريقة ما لا نشتغل يعني شنو كندروش واحد العمل واحد الجهد لكي نؤثر على النتيجة بطريقة منطقية وبالتالي الفكر هنا هو فكر خرافي فكر سحري فكر يلجأ إلى ربط أو إقامة علاقة غير منطقية ما بين مقدمات ونتائج معينة هذا ما يقع هذا هو جوهر الأسواس وأنه في أفكاره مثلا أعطيك مثال من ضمن الأمثلال التي أذكرها واحد سيدة تقول أنا مصاب بالأسواس مني أخذي تولد خويا لحظة فجيت نخده حسيت درت شي حركة بحلها كده فقلت مع نفسها أن هذه الحركة هي حركة ما ندرت له هذه الحركة التولاتية ديال يعني ديال مسيحي وبالتالي هذه الحركة اللي كي ديروا المسيحيين إذن أنا رانا رجعتوا مسيحي بهذه الطريقة اللي درتها رانا رجعتوا مسيحي إذن مدام رجعتوا مسيحي إذن سأقول لي مسيحي وما سأدخل الجنة وأنا سأنتعاقب لأنني أنا المسؤول على هذا الشيء إلى غير ذلك فبدأت هكذا كتدخل في هذا النوع من الوساوس بهذا الشكل فلاحظ أنه بحركة بسيطة جدا ممكن حول شخص إلى مسيحي أقس على ذلك مجموعة من الأفكار اللي كتكون عند الوسواسيين حينما يربطون شيئا بشيء من طريقة من طبيعة حال كيكون غير منطقية سواء من حيث الأساس الذي تقوم عليه هذه الوساوس أو من حيث أيضا الأفعال القهرية أو من حيث أيضا الطقوس اللي كنا كل هذه الأشياء كتبان بأنها ما أريد أن نقوله بيزة من حيث الغيزونمو يعني حالي منحرفة أو مشوهة أو غير صائبة منطقيا وبالتالي هذه الأشياء منطبط حال هي اللي كتكون وراء مجموعة من الأعراض ومجموعة من الأشياء اللي كتكون عند الوسواسيين ما الفرق الآن ما بين الوسواس المرضي كما ذكرته والوسواس العادي جدا عندنا كأشخاص في الحياة اليومية كثيرا ما أقول في مجموعة من المنتقيات أو حتى لطلبتي في الجامعة أن الوسواس بالرغم من كونه ينتمي نطبط حال الباتولوجيا وعلم نفس المرضي فهو حضوره فينا شيء إيجابي يعني لا بد أن يكون لدينا شيء من الوسواس وهذا الحضور ديالشيء من الوسواس هو العادي عند الإنسان ينبغي أن يكون ما هو الوسواس إلا قلنا الوسواس هو ذلك التدقيق هو ذلك النظام الدقة السعي الكمالية مجموعة من السمات اللي كالقوالي مفروضة أن أي إنسان تكون النظافة أيضا ستكون عند الإنسان فلا يمكن لحياة الإنسان وبعد المرات تكون هذه الأشياء مصيرية جدا في حياة الإنسان ما هو؟ نعطيك أمثلة سواء في النظافة نظافة مهمة جدا لحياة الإنسان تدخل ذلك من جودة حياة الإنسان اليومية أيضا تحدث عن التدقيق والنظام شيء مهم جدا في حياة الإنسان بمعنى إننا نريد أن نكون أكثر فعالية وأكثر إنتاجية كل ما التزن بالنظام والدقة وشيء من الكمالية نعطيه أكثر ثم أعطيك أيضا أمثلة شخص مقبل على الإنسان أو مقبل سوف يمشي الصفر أو سوف يمشي المناء نرى أن الأنشطة والحياة اليومية محتاجين لهذه النوع من الدقة يحتاجون هذه النوع من التدقيق إلى غيرك فالإنسان سوف يمشي الصفر فالإنسان الذي لديه درجة نوع من الوسواسية لا ينسى لك أخط، لا ينسى الباسبور، لا ينسى مجموعة من الأشياء لأنه هذا الأشياء حاضر عنده، حاضر تدقيق على هذا مجموع منه لكن الإنسان التي تقل عندها درجة نوع من الوسواسية فمن الممكن يضيع صفر ومجموع من الأشياء بسبب غياب هذا النوع من الدقة وحرص نفس الشيء أيضا بالنسبة للامتحان بعض المرات تكون كنكور والامتحان وهو مصيري جدا من الممكن لوثيقة معينة تحرم الإنسان تضيع له مجموعة من الفرص فالنوع من الوسواس أو الوسواس هي بدرجة دائما معتدلة مهم جدا أن يكون حاضرا وبالعكس يكون أفيد بالنسبة للإنسان ونلاحظ أن بعد السمات الوسواسية تكون حاضرا عند الإنسان بطريقة لا تعيق حياته النفسية تكون أفيد ويكونوا أكثر إنتاجية وهذا ما يلاحظ أن الأشخاص الذين فيهم سمات الوسواسية لم يصلوا إلى درجة المرض لأننا نتحدث عن شخصية الوسواسية هذين الأشخاص أشكل القوم كالقوم أكثر قربا وهم المحبوبين عند المديرين داخل المؤسسات فالغزوج من المؤسسات الخاصة لماذا؟ لأنهم يشتغلون كثيرا ولأنهم يحرصون على الدقة ولأنهم يحرصون على النظام ولأنهم يحرصون في كل شيء فهؤلاء يكونون أكثر من هؤلاء ولأنهم يشتغلون غير ومشكلة بالنسبة للزملاء ولكنهم يكونون أكثر محبوبين عند رؤساء العمل لأنها تكون نسبة الإنتاجية والمرضود مرتفعة جدا فهم يحبون العمل أكثر فأكثر وبالتالي هذه الأشياء كتبيننا كيف أن الوسواس إن كان حاضرا بشكل معتادل عند الفرض سواء كاسمات شخصية إلى غير ذلك وموصلاتش إلى درجة معينة لتعيق لهذا فكتكون بالعكس إيجابية نعمة وليس نقمة على صاحبها لكن في المقابل يعني كل شيء إن زاد عن حده انقلبة كما يقال إلى ضده سواء تعلق الأمر في الشخصية الوسواسية أو تعلق الأمر بالضراب الوسواس إلى غير ذلك فلابد أن نميز هنا أن هذه الأعراض الوسواسية أو السماد الشخصية الوسواسية حينما تصل درجة تفوق المتوسط أي تفوق ما هو يعني تتجاوز الإنسان وكي يقول إنسان يستمر في هذا النوع من الأعراض وفي هذا النوع من الأعراض كي تقول هذه الأعراض بلعكس توعيق الحياة اليومية وكي تخلق له مشاكل سواء مع ذاته أو في العمل أو في الدراسة أو مع المحيط يعني الأسرة إلى غير ذلك كي يقول تركيزه الأكبر واشتغاله الأكبر منصب على هذا النوع من الوساوس والعفعال القهرية وأحياناً هذا التقوص أو تلك السماد نطبط هذه التي تحدثنا على الشخصية الوسواسية أيضاً نفس الشيء كي يبقى نشغاله الشاغل الدائم هو هذا فالشيء الذي يعطيه واحد النوع من أنها تعيق الحياة للإنسان وكي أميز ببساطة أو بشكل جد جد مختصر إن كان الشخص إن كانت هذه السماد للوسواس وأعراض الوسواس تشكل يعني كتكون مصدر توتر وقلق بالنسبة للإنسان ومصدر معاناة وكتعيق الحياة اليومية الوظيفة للإنسان هنا فعلاً نتحدث عن طيراب ونحن نتحدث عن فقط توسواس موجود بشكل عادي عند الإنسان كشيء مكون لأن كل طرابات عموماً يعني لنا فيها نصيد معنا فيها بدرة هناك شيء فينا معنا دائماً أقولها أن الطرابات النفسية فينا شيء منها معنا لا أحد منا ما في منها فهناك بدرات حتى نتحدثنا مثلاً على البرانوية أو تحدثنا على الفصام أو تحدثنا على أي طراب فأخذناه إلا أن أجد أن له شيء فينا ومهم أن يحضر فينا لأنه كما نرى هذا الطراب كأنه كنا تطرف بحل هذه السيمة تطرفت وتجاوزت حدها وليعطنا هذا النوع من الطراب للطراب صحيح دكتورة ذكرت مجموعة من الأعراض للطراب 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 وربما المتابع والمشاهد سيتعتقد على أن مجموعة من الطرابات التي ذكرتها ربما هي موجودة فيها وبالتالي هنا كيف يمكن أن يميز المشاهد ما بين ما هو مرضي وما هو طبيعي علما أنك وضعت في هذا الباب الكثير الكثير وأيضاً ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الطراب للطراب وكيف يمكن أن تخص الطراب للطراب 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 لكما ذكرت هو الطراب بالطراب يتميز من مجموعة من الأعراض التي ذكرت هناك وساويس وهناك أفعال قهرية وأحياناً طقوس هذه الأشياء لا تريد أن تكون حاضرة عند الإنسان على الأقل منهم من أن تكون حاضرة لا تريد أن تعيق الحياة للإنسان تعيق الحياة اليومية للإنسان الشرط الآخر يجب أن تكون هذه الأشياء التي توقعها الأفكار والتقوص والوسواسية لا تكون جيدة من سبب آخر حيث شخص تنول مواد معينة أو شيء يترى بنفسه آخر أو غيره هذه المعايير الشخصية التي نقوله الوسواس والطهري لا تريد أن تكون حاضرة الوساويس أو العفاة القارية ويجب أن تعيق الحياة اليومية الوظيفية أنا قلت مثلا تستغرق أربعات الساعات وأنا كنت تنطف ونعود 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 وخاء كنلقى من المحيط أن المحيط يقول لي رأي صافره هذا الشي رواه هذا كنلقى في ذاتي هناك صوت داخلي يقول لي لا بدأ تنطف كنلقى بهذا الشكل مما يعيق حياتي الوظيفية لأنه لدي أشغال وعندي أشياء أخرى خاصة نقوم بها وعندي واجبات واتزامات أخرى في الحياة اليومية ولكن لا بدأ نقوم بها مما يكون على حساب إما أحيانا دراستي أو مهنتي أو علاقاتي الأسرية أو علاقاتي اجتماعية إلى ذلك هذا المعيار الثالث المعيار الثالث هو أنه هذا النوع من الوثاويس لا يريد أن تكون مفسرة لا يريد أن تكون مرض معينة لا يريد أن تكون مفسرة من مرض أو سبب آخر كون السبب دياله هو الحسوات فعلا الآن كان يمكن أن تناول إما بعض المكونات مواد معينة تأثير نفسي الذي يمكن أن تعطينا هذا النوع من الأفكار أو صور ممكن أن نعطيه مثل هذه المواد تلك؟ مواد يعني إما مواد مخدرة مثلا أو مواد طيبية أو غيرها من الأشياء التي يمكن أن تناولها الفرد وتعطينا هذا النوع من الأفكار أو صور أو غيرها من الأشياء ثم ما يمكن أن يكون عندي أيضا ترى بنفسي بحلفوصا لكي يرى أن تكون حتى وعنده أفكار سحرية أو هديانات يعني بعض الأفكار التي يقل أن ترى لقد أرى أنت وعندما أرى أنت إلى المسيحي أو أرى أنت أرى أن غيرها من الأشياء أو أرى أن أيضا أرى أن أنت يقل أن يمكن أن مثلا الناس الذين لديهم الرهاب ممكن أن يكون لديهم أفكار من هذا النوع ممكن أن يكون لديهم رهابات يعني مخاوف معياط كمثال مثلا يخاف من أنها أم تخاف من أنها ترمي ولدها من النافذة أو تخاف من الموت أو تخاف من الممكن أن تلقاه في الوسوس أيضا شخص يتردد عليه فكرة الموت باستمرار أو فكرة مثلا أنه غير أدي شيء حد أو غير شيء حد أو شيء حاجة من هذا النوع لديهم أفكار من هذا النوع وبالتالي سنعرفون مصدر دياله ومصدر دياله هو الرهاب أو مصدر دياله هو الوسوس لذلك يجب أن يكون لديهم البال والاختلاف للكين إذن هذا هما مختلف المعايير لما أقولون من خلالهم يمكن أن يكون لديهم أن الشخص يمكن أن يكون مصاب بالوسوس القاري وهو نسواس في تشخيصي وهذا السهل المنتن حتى أن بعض الأشخاص غير من تلقاء ذاتهم يعني أشخاص الذين لديهم مستوى محيين من الدراسة الغداء يستطيعون أن يكتشفون ولا يقولون ولا أرى كان عني من نسواس ولا كان عندي بعض الوسوس ولا عندي بعض الأشياء فهو قريب من التقافة اليومية مقارسة مع بعض الطرابات الأخرى التي ربما لا تكون حاضرة أو غير معروفة إلى غير ذلك فإذن هذا من الجهاز لكي نبين ما بين ما نعرفه متى أقول أنني مصاب من طبيعة الحال بالوسوس السؤال الآخر المتعلق بالعوامل ما هي العوامل المسؤولة عن الوسوس هنا ممكن تحدثوا على شيئين كالعوامل المسببة وكالعوامل المفسرة ما هم العوامل المسببة نحن نظر على العوامل المسببة كانت تحدثتوا على ما في الجسم دينا كمكوين الممكن يعطيني الوسوس وهنا كنت تحدثتوا على مثلا العوامل نورو بيولوجيا بشكل عام والبيئية حلاش ممكن نعطيه متى مثلا العوامل البيولوجيا العوامل البيولوجيا الوراثية نتحدثت عن الوراثة وش الوسوس هو مرض وراثي دراسة كاتبيين بأنه كان احتمال إصابة ولكن الوراثة أحد العوامل التي من الممكن أن تكون مسببة للقرب هنا دراسة بالخصوص توقف على الدراسة هي دراسة إبيديميولوجيا أسرية بمعنى نرى الشخص الذي مصاب لوسوس وش عنده أحد في الأقارب في الأصول الذي كان مصاب لوسوس وبناء عليه دراسة بنات أنه حالات التي تكون إما الجد وإما أحد من العم أو الخال أو أحد من الأصول أو الأقارب التي يكون مصاب مصاب لوسوس وكذلك كان هناك احتمال مطلقة من ذلك وأنه يظهر أن العضب ولكن كمكونات كجينات لحد الساعة علمياً ليس هناك أي دراسات التي ترشح واحد الجين معين أو موردة معينة التي تكون مسؤولة على الإصابة بالوسوس مثل مثلاً بعض الأمراض الوراثية المهروفة الآن لأنها جينات مسؤولة وموردة معروفة التي تسببها بحال يدوين على الديابيت أو يدوين على أمراض أخرى لذلك هذا بين أنه يعني مسألة وراثية وبين الزنوم مالي وهما جينيتيك لذلك يكونوا باضحين العامل الآخر هو عامل نورولوجي عصبي وهنا هذه العوامل تحاول ممكن توقف على ما هي اللذان نورولوجي ما هي اختلالات أو تشوهات التي تكون عن مستوى الدماغ والتي تعطينا في بعض المناطق معينة في الدماغ التي من الممكن تكون لحظة بعض الدراسات التي تكون فيها خلل وبالتالي هي التي تقدر تعطينا بعض بعض تشبه ما بين بعض الضربات الأخرى التي تحتوي بنوع من التكرار السلوكات بعض الضربات الأخرى التي تحتوي عن تكرار السلوكات و تكرار بعض النوع من القهر أي أدفع بالإنسان إلى القيام بفعل العظم هذا جانب جانب آخر يتعلق بالكيمياء الدماغ أيضا كيمياء الدماغ وجدوا أن هناك بعض الاختلالات على المستوى النواقي العصبية التي تلقوها عند الأشخاص المصابين بالمسوس بالتالي بشكل عام يمكن أن نقول هذه عوامل مسببة بالحالة النوروبيولوجية يضاف إليها أيضا عوامل بيئية كتعلق مثلا بالمضاعفات التي تكون سواء أثناء الإجارة أثناء الولادة أو ما بعد الولادة أو أحتى أثناء الحمل يعني التعرض لبعض المواد أو مضاعفات معينة كبيرها مثلا المضاعفات التي تضعوا على المخض الولادة أو أثناء غيرها مرتبطة من عدم المضاعفات التي تضعوا على المخض عامل أثناء المضاعفات تتحدث المضاعفات بالنسبة لطفل وهنا بعد الدراسات اللي وقفت على هاد العوامل البيئية اللي ارجحطنا ايضا حالات اللي فعلا تصابت بالوسوس اذا هذه عوامل ممكن نسميها كلها كتدخل ضمن العوامل المسببة فيما يخص العوامل المفسرة نتحدث عن العوامل النفسية وهنا من هنا كتدخل ضمن العوامل النفسية وهنا من هنا كتدخل ضمن العوامل تفسر لي بعض الأعراض فالعوامل النفسية نتحدث عن وجود مثلا صدمات نفسية عاشها الفرد منذ طفولة او نتحدث ايضا عن التربية اللي كتكون قاسية جدا بالنسبة للطفل او نتحدث عن يعني واحد النوع من القابلية النفسية عند الفرد باش انه تكون عنده سيمات ديال الكمالية وديل ديال الدقة الى غردها يعني سيمات سوسية تكون حتى في موجودة حتى في الطبع ديال الكاركتر ديال الانسان اذا هذه العوامل نتحدث عن تربية القاسية او بعض الصدمات او الحرمانات التي عاشها الطفل او هذه النوع من القابلية النفسية نتحدث عن تفاعل هذه الأشياء مع البيئة اكثر فاكثر وبالتالي من توالي مجموعة من الضغوطات ومجموعة من الأشياء التي تتكرر وكتمشي وهذا سيقود الى مناء انه يكون عندنا ما يسمى بالفات الديفلوبي وكما تتكلم عن تفاعله في الطفل وكما تكون عندنا مجموعة من الأشياء التي تتكرر وكما تكون عندنا حيث عن تفاعله بشكل مقارب المعرفية وكما تكون عندنا خططات سوسية او خططات غضية في هذا الاتجاه فإذا هذا الشيء الذي يعيشه الشخص في الطفولة دياله هو الذي يكون عندنا مستقبال ديال منطبط حال إمكانية الشخص أنهم الممكن فعلا يتصاب له سواسه ولكن كما قلت هذا الشيء يدخل كما نضربطه هنا لأنه إذا نريد أن نتحدث عن مقاربة تكاملية أن هناك تكامل ما بين العوامل المسببة والعوامل المفسرة بمعنى أن الشخص ممكن يكون مهيئ جينيا وأيضا نورولوجيا ممكن يكون مهيئ يعني البردسفوزي بش يكون هذا لكن حينما يجد في البيئة واحد نوع من التربية قاسية جدا حينما يجد واحد نوع من الحرمان ولا واحد الصدمات إلى غرضيك موجودة في البيئة فهذا سيسرع من تكوين واحد نوع من النظام ومعنى مهي جدا أو اشتغال او اشتغال او 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 خططة وسويسية الشيء الذي يمكن أن تلاحظون هذه المسألة في عشر سنين 12-13 عام هنا تبدأ بعض العلامات الأولية للوسويس من الطفل الذي يبدأ يدقق أو يطرح مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الأشياء إلى تولد ضغوطات أكثر من الممكن أن تكون عوامل ضغط أخرى من الممكن أن تكون لدي هذا النوع من البنية أو الاشتغال الموجود ونستطيع أن نصل إلى حتى الـ 20 أو 25 عام ونستطيع أن تكون هناك نوع من الضغوطات مختلفة التي يمكن أن نعرفها ونستطيع أن تكون هذا المجال الخاص لظهور هذه الأعراض ونستطيع أن تفجر هذا النوع من الأشياء التي تقوم بها سواء تلك الخطاط أو تلك الاشتغال النفسية أو تلك البنية النفسية التي تقوم بها من قبل لذلك تظهر بشكل جلي في هذه الفترة دكتورة في نفس سياق العوامل المسببة والعوامل المفسرة للترابل والوسوس القاري أتكرت لنا الكثير من الأمور وأخص بالذكر تجارب الطفولة وأيضاً البيئة التي ينشأ فيها الطفل ما يمكن أن تقربنا وتقرب المشاهدين الكرام من حالات إكلينيكية للترابل والوسوس القاري لكي نستطيع أن نفهم الحالات كيف تتعيش وكيف تتفعل مع هذا الترابل وخصاً أننا نعرف أن الترابل والوسوس القاري لديه واحدة تبعات كثيرة على الصحة العامة نعم يمكن أن نعطي بعض الأمثلة لبعض الحالات الإكلينيكية التي يمكن أن تصدفنا كممارسين أو إكلينيكين في مجال العمل وهو مثلاً تجد شابة في عمرها مثلاً 24 عام مصابة بوساويس فيها ما هو ديني فيها ما هو متعلق بالنظافة من الطقوس إلى غير ذلك فكتقول مثلاً هاد الشابة كتقول أنا كنخاف أنني نتحول ليهودية أو مسيحية أنا مسلمة وبما أنني أنا مسلمة فمني كتسمع القرآن وتسمع غير كلمة يهود فكتبدأ تشتر هذه الفكرة سوف نقول ليهودية سوف يدخلني النار سوف يعاقبني سوف يعاقبني كذلك سوف نقول في هذا النوع من التساؤلات والأفكار نطبط حال الاجترارات التي نطبط فيها والتي لم يكن لديها نطبط حال النهاية ما تكون نهايتها هو الشخص يشعر بالعداب العذاب لأنه لا يستطيع أن يلقى جواب الذي سوف يوقف هذه النوع من التساؤلات وهذه النوع من الأفكار متسلسلة حيث واحدة شدف الأخرى و واحدة شدف الأخرى وكل واحدة أفضع من الأخرى تسبب واحدة من القلق والتوتور أفضع وكذلك يشعر الإنسان كما قلت من قبل أن سوف يتطاق لذلك سوف يحماق و سوف يتطاق لذلك سوف يتطاق لذلك هذا النوع من الأفكار التي تتصورها يمكن أن تردد للمدة ساعات طويلة في اليوم في كل يوم و من ضمن الأشياء التي تدرها هناك تحاول مثلا هذه قلسة مع رصان ساتة الموضوع و استطعت أنها توقف في واحد اللحظة هذا النوع من الأفكار يالله تجي تشد يعني البورتابل مثلا تتطلع سواء عبر الفيس أو الإنستغرام و لا تشوف شيء شيء رمز ديني و لا يوجد شيء و لا يوجد شيء من المعينة و لكنها تتوقف في نفس الدائرة و في نفس هذا و تتوقف مع ذلك الأفكار و لا تريد أن تسمع القرآن هي و ذا المفارقة أنها عندها التزام ديني و عندها التزام أخلاقي لكنها في نفس الوقت لا تحب أن تسمع القرآن لأنه كل ما سمعت القرآن كل ما كي حيلة أو تاني على هذا الأشياء و أيضا نفس الشيء عندما تحدثت عن النظافة بالنسبة لنفس السيدة النظافة أيضا دائما تغتصل و عندما تدخل الحمام تغتصل أن نحن تختبت أن جدنا فلنا ندخل التي ندخل و تونافت أيضا نحن تشاهد عندما تفكر لحظة أن مثلا عندما تنتج حتى وأتسا أن الحجرة أنا أخبر و لأيها باطن إننا نحن نسى فمن الممكن يمكن أن تصور معي أنه في البرد وليس صعب أن الإنسان يدخل مرة وجوج يمكن أن الإنسان يدخل مرة وجوج لكن هذه المرات ترى ثلاثة أو أربعة من المرات في نفس الليلة أو الأشياء أو شيئا لذلك كل الإنسان يدخل كل مرة داخل لأنه يدخل مرة أخرى هذا الأمر ينهيك وفي اللحظة لا تستطيع أن تخلق توقوس معينة إما أنها تدخل دعاء وإذا لم تستطيع أن تدخل دعاء يمكن أن تكون لها إتم إذا لم تستطيع أن تدخل شيئا أخرى أو تدخل تقص أو تدخل تقص وهو يمكن أن تدخل تقص ويحسب تقصد حاجة أخرى لاحظ العذاب الذي تعيش هذا النموذج هذا يعطينا فكرة نطبط حالة على هذا أخبرك مثال آخر لسيدة أخرى كانت أستاذة التعليم الابتدائي وصابة لسواس أيضا سواس ديالها تجلب في التدقيق وصابة تقصد حاجة فمنها تكون غادية تعتقد أنها تعتقد أنها تعمل سيارة ويغاية في التدقيق تعتقد أنها تدخل شيئا أحد في التدقيق ننتظر ويوجد جدا ويوجد أن تقصد في التدقيق ويوجد أنها تعتقد أنها تعتقد لأحدث في التدقيق تعتقد أنها تعتقد أنها تلك المعرصة ويوجد أنّ تعتقد أنّ لقد تعتقد حتى أخرين بالنسبة للقلق ويجب أن تبدأ من ذلك ويجب أن تتعرض إلى الامل ويجب أن تتعرض إلى guitars ويجب أن تتعرض إلى الامل حتى إذا كنت تتعرض إلى عمل تنظر لمساعتين قبل لأنه لن يتعرض على المدينة وبقي في الامل يوميا أيضا بالنسبة دخلنا المنزل يجب أن نتحقق أن الباب مسدود يجب أن نتحقق أن النوافذ مسدودة يجب أن نتأكد أن المنزل يجب أن نتحقق لذلك يجب أن نتحقق وهذا كله يسبب أن تكون نوع من الإجهاد والضيق والتوتر الذي يقرص في نهايات المطاف لا يمكن أن يكمل بهذا النوع الحمد لله هناك علاجات ومجموعة من الأشياء التي تحاول أن تساعد هذه الناس من المعاناة وهذا يحاول أن نتقسم من المعاناة من المعاناة لأن هنا نريد من المعاناة في محادة من المعاناة ومعاناة وهذا هو مهم جدا وعلى حالة الناس الذين يتم جميعاة ولم يمكن؟ المهاما أولا دكتور إذا كان ممكن هذا السؤال سأعجب عليه من ذلك أريد أن نقول في نفسي قضية هذه الحالة التي ذكرتها ربما المشاهد الكريم سوف نرى التراب الوصوص القريب ألا أنه التراب قاتم إذا كان ممكن أن نعرف العلاجات المستعملة في هذه المجلة نسبة لعلاجات الخاصة بهذا التراب موجودة فيها المقاربة الدوائية و المقاربة النفسية المقاربة العلاجية النفسية في نسبة للمقاربة الدوائية هي مقاربة مهمة جدا حيث هنا مطابق هذا العمل لطبيب النفسي الذي يقدم جمعة من الأدوية لكي يساعد المريض من أجل التخلص وتخفيف من الأعراض ثم المقاربة النفسية العلاجية وهي في الحقيقة للمقاربة الدوائية و المقاربة النفسية العلاجية متكاملين يعني كان هناك نوع من علاقة التكامل بينهم بحيث لا يمكننا نعتمد فقط و تشركة بين الدراسات و الدراسات العمومة و الأبحاث في هذا المجال لا يمكننا نعتمد على المقاربة الدوائية و لا يمكننا نعتمد على المقاربة النفسية العلاجية بوحدة لا يمكننا أن نكون تكامل و اشتغال معهم في هذا المجال هذا فقط لكي نبين أن العلاجات كينين وهم مبنيين من ناحية العلمية و حتى من أن نطلبوا علاج لابد أن يكون توفر فيه هذا النوع من الأدلة العلمية صحيح دكتور مادرة المقاطعة بين قوسين و ما زالت في الثقافة عندنا تقول له لمشيتي عن الطبيب النفسية غاد يعطيك الدواء غاد يقرق بك و عودك يقول له و ما زالت لمشيتي غاد يبقى على شغيب الكلام وبالتالي هذه الأمور ما زال مواضحة في الثقافة المغربية دينا وبالتالي هذه فرصة لأننا نؤكدوا على التكامل المقاربة الدوائية مع مقاربة الجلسات نعم لذلك المقاربة الدوائية مفيدة جدا و مهمة جدا بالخصوص حينما كل سواس يعني إما متوسط متوسط أو شديد لذلك لا بد من المقاربة الدوائية لأنك تساعد المريض من تهديئة القلق من تجاوز مجموعة من الأعراب و من تجاوز مجموعة كل سواسط غير كافية و لا بد من المقاربة النفسية العلاجية بشكل موازي المقاربة العلاجية النفسية كنا فيها مجموعة هنا لا بد من أكدوا لأن العلاجات التي قدمها العلاجات النفسية لا بد أن تكون نبنيها على أدل العلمية بمعناه أنه ليس كل علاج نفسي ممكن أن نعطيها المريض فهناك علاجات تصلح مع الوسواس و هناك علاجات لا تصلح لوسواس و هناك علاجات تصلح مع الطراب آخر ولا تصلح لطراب آخر وهكذا لطراب آخر و هناك علاجات المنصوحة هنا بالنسبة للوسواس على أسلها التاساسي التاساسي يعني العلاجات المعرفية السلوكية لبينات مجموعة من الدراسات الفعالية لها سمحسي لدكتور مدير على المقاطع المشاهد الكريم ربما تسمع السلوكي معرفي ربما ما توضح ليش الفكرة ولكن ممكن ندققه بالنسبة للعلاجات أو التاساسي أو العلاجات السلوكية المعرفية مع علاجات منطبط حال التي تحاول ما أمكن تدخل على مجموعة من الدرابات من ضمنها الوسواس والتي كما جاء في الإسم مبنية على المعرفية بمعناه أنها تحاول ما أمكن تؤثر و تدخل على هذا مثلا الوسواس على الوسواس والذي التصورات وعلى الأفكار التي تكون عند الفرد فقدر له إعادة بناء من جديد المجموعة من الأفكار البديلة المجموعة من تصورات البديلة المجموعة أيضا تكون هناك مصاحبة تغيير السلوكات لأن السواسي لا يوجد غير الأفكار هناك توقوس ومجموعة من الأشياء التي تجعلها ومجموعة من السلوكات التي تجعلها ومجموعة من السلوكات وهذا العلاج يعطينا أن يؤثر بشكل كبير على الأعراض معناه أنه يلعب دور كبير جدا في تخفيض الأعراض وأن الأعراض تنقص العلاجات الأخرى أيضا هناك علاج تسمى الترابي فيرتويل يعني العلاج عن طريق العلاج الافتراضي أو عن طريق الواقع الافتراضي بغل الترابي بالغيالي فيرتويل هذا النوع من العلاجات كانت آلات متخصصة من حلف هذا المجال الذي يجعله والذي يحاول أن نضعه في واحدة الوضعيات معينة مثلا وضعيات فيها وساوس أو مجموعة من الأشياء يعني وضعيات التي تخلق عنده مثلا إذا أعطيت مثال مثلا المثال الذي ذكرته من قبل السيدة التي تسمع القرآن وإنفوك تسمع القرآن تدخل في هذا هذا يمكن أن نضعها في هذه الوضعيات ونصحبها ونحاول أن نساعدها لأنها تغلب على هذه الوضعية إلى غد ذلك وهذا هو الترابي الترابي العلاج عن طريق الواقع الافتراضي هناك أيضا علاجات أخرى التي أيضا منصوح بها ترابي ديشيما أو العلاج بالخططات العلاج بالخططات هي علاج مكمل للعلاجات السلوكية المعرفية التي ذكرناها من قبل ويساعد الفرد على التخلص من هذا يعني من هذا الوساوس ومن هذا من الداخل يعني وكأننا نعود معه إلى ماضيه إلى ما عاشه من قبل مصادر العوامل مصادر العوامل مصادر العوامل من الداخل من الداخل أننا أحكم أكثر على مستوى الأعراض ولكن نحاول أن نعمل على مستوى الشخصية ككل وهذا أيضا علاج مهم جدا أيضا الممكن دخلوا هنا إلى البسيكو تيرابي البسيكو دينامي أيضا كل التجارب للطفولة وغيرها التي ترجع معه للوراء لكي يمكن أن يساعده على التخلص من هذه الأفكار ومن هذه الأشياء التي تعيش على بالتالي هنا قوة العلاجات المفسية التي ترجع للشخصية للإنسان التي ترجع معها للوراء إلى غير ذلك قياسا العلاجات التي توقف معها فقط عند الأعراض والتي تساعد وأكيد تعطي نتائج فعالة فإنه تخلص ولكن قابلية لأنه تبقى بعض الأشياء عند الإنسان هذه النوع من العلاجات تساعده أكثر للتخلص على أنه يحقق جودة حياة أكبر من قبل دكتورة على غيرار العلاجات الذوائية المشاهد الكريم ربما الذي يعيش هذه الضربة غالبا يكون عنده إحساس بالوصمة العار تقدير من خفض ما هي التوجيهات التي نقدر أنه يقدر يتعيش مع الضربة والوصوات القارية ربما إذا كان يكون واكب مع طبيب نفسي جيد إذا كان يروف حاليا ماذا نقول المريض المريض الذي يتحدث عن المريض أو المريض الذي لا يشعر العلاج يشعر بعض الأشياء من هذا يبدو أنه طبيب نفسي ومعالج نفسي أو أخصة نفسي كالينيكية التي ستقدم لهم في حالة أنه يتابع العلاج ومعالج يجب أن يأخذ على إعتبار مجموعة من الأشياء أول هو التربية نسميها التربية نفسية يجب أن يتعلم وأن يقرأ شيء عن الوصوات يجب أن يقرأ ويقرأ ويقرأ مجموعة من الأشياء التي يتعلم فيها ويأخذ فيها معطيات كثيرة عن الوصوص وأكيد أنه سواء الطبيب أو المعالج يكون يعطيه بعض المعطيات أو توجيهات ويرصد بعض المصادر التي موثوق منها التي يمكن أن يمشي لها أو بعض المراجع التي يمكن أن يأخذ فيها فكرة هذا الشيء الأول الشيء الثاني هو لا بد يجب أن يجب أن يضع روطين معين الحياة في روطين ما هو والروطين؟ يعني ما يجب أن يجب أن يجب أن يفعل فراغات في حياته يحاول تثقي بعض المتجنة المتجنة وكالساعات للقيام المجموعة من الأنشطة مجموعة من الأنشطة يموما أنه يجب أن يدرك رياضة مرة في كل يوم أو نهار بعد نهار يجب أن يكون لديه هذا ويجب أن من أ bats يحاول أن يدير روتين في حياته مهم جدا لن يعطي فرصة يكون محدد رائع في العشرة يجب أن يدير روتين في حياته لا يجعل فراغ لن يعطي فرصة نهائية يجعل فرصة نهائية ويجعل فرصة تنظر يجعل فرصة يجعل فرصة يجعل فرصة تنظر الزمانية يجعل فرصة تعطي فرصة لأن تكون معينة درجة قلق تتبع فرصة تحقيق وهناك أشياء معينة من هذه النوع التي تساعده لكي يتخلص من درجة التوتر والقلق التي يمكن أن يكون عرفها الجسم والتي تكون مخزنة في الجسم وهو بحضات معينة التي يمكن أن يتخلص من هذه النوع أيضاً لابد أكيد هناك مسألة الوصم سيأخذ بالاعتبار أن هذا الطراب وهذا الطراب يمكن أن يتخلص منه إذا استطاع يبدل الجهود يلتازم بالتعليمات التي يعطيه الطبيب والتعليمات التي يعطيه الأخ الصحي النفسي ويبدل الجهود لكي يقوم بالتمارين ويطبق ذلك التقنيات التي يعطيه المعالج النفسي لأن كلما يطبق ذلك التقنيات وكلما يعمل في ذلك التمارين كلما يصل إلى مستوى اللي نسميه نحن السلف أمبورمنت يعني التمكن الداتي بشكل مستوى يمكن أن يكون الأفكار مستوى التمكن الداتي ويستطيع أن يكون هناك من أفكار أسواسية ويطبق ذلك إما من قوم هذه الأفكار سأخذ نستطيع الوصم ويطبق ذلك الوصم ويطبق ذلك الوصم أو مكان أفضل من غير ذلك المكان لذلك حتى أرجو هذه الأفكار نعرف كيف نتخلص منها سريعاً هذا جهود يقوم بها تمرين و تدريب و التزام و انضباط من الطرف المريض و كلما نضبط و كلما نجز هذا التمرين مختلف التمرين حسب العلاجات المقدمة لديه و كلما تكون نتائج افضل و نستطيع أن نكونوا افضل و نتابعوا المسار في الحياة و بالعكس نكونوا ايجابيين في الحياة و ام بلوس في ذلك اللافي الذي نعيشه سؤال اخر دكتور و نعرف كامل لان اضطراب الوصوص القاري لا يرهق المريض فقط و انما يرهق العائلة و اتريد اصدقاء العائلة كم يحسون باحد النوع من الاحراج في هذا الجنب كيف تجدون الى الرسائل او عصار و الناس الذين يصحبون و اشخاص الذين يصحبون و هذه الناس هنا نحن ندلو الى بل ان هو سواسي لذلك لديه معاناة أفكار أو وساوس أو أفعال قهرية التي هي لا إرادية بالتالي هذه الأفكار والوساوس حينما تتكرر معنا لو كانت غير مرة ولا جوج رأسي يقدر جامعين يتبه لعش الوسط لكن لكونها شديدة وكتفرض نفسها عن الإنسان تكون مرهقة لا بالنسبة ليه ولا بالنسبة للوسط والمحيط أعطيك أمثلة مثلا نحن نتحدث عن سوس النظافة سوس النظافة حينما يتعلق العمر مثلا النظافة لا يخص تشوف هذه السيدة لا يخص تدخل بالصبات لأنك إذا دخلت بالصبات ستجعل الوسخ وبالتالي هذا الوسخ بالنسبة لها ويقوم بإمكانك كثير من المناخ ويقوم بإمكانك صورة حسب كل السوسي وميكروب يقوم بإمكانك مرد أو موت ويقوم بإمكانك صورة ويقوم بإمكانك صورة ويقوم بإمكانك صورة لهذا الحديث وأنا أريد أن تكون لقيمة ومعنى الأخزة وأنا أريد أن يقوم بإمكانك صورة ولكن يوجد أن أكون معانه وسعيد وتأتفال والآخر يصبح جميعاً تنقل وإنه يدخل من قبل لم يكن يصبح من المنزل لأنه لا يتحدث للأطفال لأنه يحتاج للزوج ويحتاج الجميع سيكون فيما يكون منزل في عيش ذلك من الإراق وعيش ذلك من هذا أيضاً في مستوى التدقيق والنظافة لأن المريض يتقاسم الأشياء مع أقرب الناس يمكن أن أخيه أو صديقه أجل أنه هو أول مرد الأمر و لكنه ليساعد مع الأفكار و لكنه ليساعدة عنه و لكنه ليساعدة عادتها حتى من الساعة لم تكن أجل فأنا كشخص أو أخ يوجد لدي شخصا في عيقتي فما بالك هو وعيش هذه الحالة نحن كأفراد أسرة وكأصدقاء كانت تخنقوا بهذا النوع من الأفكار نحاول نطمئنوه ونحاول نقول الأسرة في الغدار ومع ذلك ولو لا شيء من ذلك نفس الشيء مع المدن نحن لا نفجر في وجهه غضبا ما يمكن أن ننصح به الأسرة هو أن المريض ليس بإرادته يقوم بذلك ما هو إرادته؟ لا شيء هو يريد أن يدير هذه الأشياء وهو متعمد لتلك الأشياء وهذا الشيء ليس كي لا روحته هو السوف خرا يعاني لذلك لا بد أن نمتلك شيء من الصبر على هذا الناس نحن نصنع قليل الصبر على هذا الناس لذلك يجب أن تقلق إلى الاشتراسك تقلق وكذلك عندما تنفجر في وجهه يبدل الساعة أو تبنوه أنك الإذن باش أنك تمشي أو لا تستهدئ لأنك قادر أنك تصبر عليه لذلك لا يمكن أن نفجر في وجهه، لا يمكن أن نفجر في وجهه، لا يمكن أن نفجر في هذا الناس أو أننا نقول له أن نترك مسطي، أو أن نترك حمق، أو أن نترك ركزتي فيه، أو أن نترك شيء من هذا القبيل وكذلك كل هذه الأشياء تزيد بالعكس، تزيد ضعف المعاناة إذن من أحسن أنني لم أكن قادر أنني نتحمل، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لم أكن قادر أن نساحب ونطلب منه الإذن أن يمشي ونخليه، يعني لا نزيد شيء من هذا الأشياء الأخرى هو أنه لا يحتاج منه نوع من دعم، دعم نفسي، دعم اجتماعي، في حال أن نطمئنه، لأنك تكون لديه واحد درجة القلق مرتفعة، ونقصه واحد نوع من طمأنه، واحد نوع من هذا، وخيبلك بأن هذا الشيء الذي يكتل وراء ما قنعه، غير حاول طمأنه، غير حاول ما أمكن تزيد في هذه الأشياء، لأنها تعطيكم نتيجة، نتيجة، يمكن أن لا تضطرنا على الوسوس، تقدر تضطرنا أكثر على القلق، درجة القلق الذي يعيشه، أيضا، خصني نساعد هذا الناس بأنني نحاول نشجعهم على أنهم يلتزموا، بالتعليمات يأخذوا الدواء لهم بشكل منصدم، يديرون إذا كان عندهم علاجات معينة، يديروها، إلى تعلق الأمر وأنا جزء من العائلة، نرافقه، نمشي معه الطبيب، نمشي معه المكان الذي يتلقى فيه علاج، إذا اقتدى الأمر، وكان هناك علاجات، لأننا كان من ضمن العلاجات أيضا، يمكن أن تقدم للناس العلاجات النفسية أو العلاجات النساقية، ممكن أن نكون جزء من هذا، لأنه، حتى أنا كفرد من الممكن أن ندخل في الخطة العلاجية، هذا الشخص، بحيث أنني لا أعزز بعض السلوكات معينة له، وأيضاً لا أحبطه بعض السلوكات، لأن هذا الدور للعلاج الأسري، أنه يجب أن تقوم بالتعليم، والسلوكات وردود الفعل له، إلى أن تقوم بالتعليم مع الشخص المعني، مع المراد، مع المصاب، هذا هو بعض النصائح التي يمكن أن نعطيها للأسرة، وحتى الفرد المطابعة المصابة. تبارك الله عليك دكتور، وصلنا إلى نهاية الحلقة، سوف تفقدنا كلمة ختامية، بحق البودكاست سيكولورجي، وأيضاً كلمة ختامية الجمهور الكريم. نريد أن نختم بهذه المسألة مهمة جداً، وهو الدور الذي سنقول للأخصاء النفسي، يعمل لجانب الطبيب النفسي، لكل منهم دوره ومهمته، أخصاء النفسي يقدم تقييم وظيفة للأسرة، حيث أن الطبيب النفسي هو من يشخص، لكن الأخصاء النفسي يقدم تشخيصاً وظيفياً، لأننا نتحدث تشخيص وظيفي، بمعنى لا يرتكز فقط على إنشاءنا الأعراض، وإنما على ما ذكرته سابقاً، مثلاً الخططات أو الحياة النفسية الداخلية، التي خلت تلك الأعراض يبنى. هناك الأشخاص الأختبارات النفسية، هناك الأشخاص الأختبارات النفسية، هناك الأشخاص الأشخاص الأخصاء النفسية، وهذا جانب، أيضاً يساعد في تشخيص الفريقي، لأنه يساعد في استبعاد مجموعة من العوامل النفسية، التي يمكن أن تدخلها مع الوسوس. فضلاً على أنه يساعد في التدخل والعلاج، لذلك عندما يتحدث عن العلاج النفسي، فهو يساعد في التجاه. هذا من جهة أخرى، الذي أريد أن نقول للمشاهدين الكرام، هو أنه لا تخلعوا إلا كانت شيئاً من هذا النوع، لذلك يجب أن نتبتها للطبيب النفسي، والأخصائي نفسي ليكلينيكي، الحمد لله الآن لا طرق تقييم، ولا طرق العلاج متطورة جداً، ومن الممكن أنها تساعدنا، لكي نحصل إلى ما نريده، ومن الممكن أن نحضر جمع من الأعراض، وكي نكونوا أفضل في حياتنا، سواء المهنية أو الاجتماعية، ونشكر كل المتتبعين على القناة، وكل المشرفين، والجنود الخفاء، والذي صاروا على سواء هذا اللقاء أو لقاءات أخرى، ونشكر كسي مروان على الاستضافة. شكر مسؤول لكم بالدرجة الأولى دكتور، وشكراً جزيلاً على تلبيت الدواء، ختماً مشاهدين الكرام، نأتي إلى نهاية الحلقة، ونريد تأكيد على أن الطراب لوسواس القري، هو الطراب عادي يصيب جميع الناس، أيضاً نريد أن نؤكد إلى ضرورة احتواء الأسر لجميع المضطريبين، احتواء الأصدقاء لهذا الشخص المصاب، فالطراب ليس بشيء يتسم بالوسمة والعار، وإنما هو الطراب عادي يمكن أن يصيب الجميع. مشاهدين الكرام، لا تساوش وضعوا الناس على قديلكم، وتتقاسموا معنا تجاربكم وخصوص طراب لوسواس القري، نضرب لكم موعيد إن شاء الله مع موضوع آخر، وإلى اللقاء.